السلام عليكم الله كيف تجيب بيور دمه اصيل. اقرب كلب اقرب مواصفات اقرب دم لابوه وهمه. تمام? اه نتكلم ازاي تجيب كلب صحي. اه بواجهة عام. ايه الحاجات اللي انت هتدور عليها عشان الكلب ده يكون صحي ما تقابلكش في مشاكل نمو ما تقابلكش في المشاكل بكلها. ولو انت بتجيب اه كلب مسلا شرس او شقي. اه ايه المواصفات برضو اللي انت هتدور عليها لان الكلب الشرس او الشقي ليه مواصفات برضو خاصة بيه. دي هعملها لكم فيديو ان شاء الله اسمه ازاي تختار كلب احراسة. اه الحلقة الجاية دي هتنزل بعد يومين بازن الله. اه فهنبتدي معنا. اول حاجة انا بحب اشكره جدا يعني بجد على المفعول التفاعل الكبير جدا على الفيديو اللي فات. وشكرا على ستلاف مشترك. اه يلا بنا نبدأ. اه اول حاجة. تشتري الكلب منين? انت لازم اول حاجة تدور على المكان مضمون. تمام? زي مؤسسة او اكاديمية. اه اللي هو الاكاديمية او المصصات ديها ممكن تلاقيها تبحث على جوجل هتلاقيها اه هتلاقيها من الناس المعروفة او في مصر يعني في ناس كتير اسماءهم كثير طبعا مش هسكر اسماء. بس في ناس اسماءهم معروفة جدا في مصر. تمام? لده لو انت بتجيب كلب حاجة نظيفة جدا يعني مسلا بتجيب جيرمان مسلا في حدود اه من خمس لسبعة تلاف جنيه. اه دي انت كده بتطلع للي هو انت بتطلع لمستوى الطب تمام? فمش الطب اوي بس اللي هو يعني بالنسبة للموجود اه في مصر فانت كده في مستوى كويس جدا لما تكون بتدفع خمس تلاف جنيه في كلب فانت لازم تجيبه من مكان مضمون اوي تمام? هجيبه من المؤسسة او اكاديمية وزي ما اتلاقي هبحت حلال جوجل هتلاقي الموضوع ده. اه ممكن تجيبه من شخص اه انت بتصق فيه عندك او الليكس عندك في ناس بتعمل فيديوهات وبتعرض كلاهي بتاعتها في الفيديوهات اه برضو على اليوتيوب اه ممكن تجيب منهم. بس اما حاجة شخصا تكون واسق فيه واسق اللي هو شخصية محترمة عشان ما يقوم مكشف حاجة يعني خصوصا لو انت ما كنتش صاحب خبرة وكده. اه اولا عشان تشريه موصفات كلب مظبوطة لازم تاخد معاك حد ربا النوع ده قبل كده حد يفهم في الموصفات اللي قبل كده عشان تقدر تجيبه اه بالموصفات ممتازة تمام دي الموصفات البدنية دي اللي بتفترق بقى من 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 دي الحاجة دي اللي لازم انت تكون معاك حد خبرة فيها او انت فاهم فيها جدا. اه اول حاجة هنتكلم فيها برضو التطعيم. لو كانت كلب الطعم قبل كده لازم تاخد ما يزبط عليه وهي شهادة تطعيم. ما يزبط عن التطعيمات اللي هو اخدها. شهادة تطعيمات. تمام? اه العمر المناسب. دي بقى فيها وجهتين نظر المربين بيختلفوا فيها شوية. انا هقول لكم مميزات وعيوب كل وجهة نظر من دول. وانا بفضل ايه? اه اول حاجة وجهة نظر الاولى بيقولوا نشتري الكلب في سنين تمان شهور. تمام? طب ليه تمان شهور المميزات اللي هو ما بقاش فيه مشاكل نمو. ما بقاش مش هنطعم مش هناخد الكلب ونتعب بيه نروح بيه العيادة او المستشفى اللي هنطعمه. اه مش تقابلنا مشاكل الامراض اللي بتيجي للكلاب الجرابة وهي زغيرة عشان ما نعيتهم الضعيفة. تمام? دي المميزات. العيوب هيكون الكلب في العمر دوت غير مطيع لك. تمام? لان بالبلد كده انت مبتش صاحبه انت مربطوش تمان شهور. فهو معتقد اللي هو صاحبه اللي ربوه تمان شهور. وهيبقى صعب عليه جدا اول ما نفكد صاحبه ده ممكن الكلب يدخل في حالة نفسية سيئة جدا. اه بخصوصا لو كان الكلب من الكلاب الشائية او الكلاب الشريسة اللي هي بترتبط بصاحبها قوي. تمام? مش من الكلاب العنيدة. اه كمان في النوم تطنية مهمة جدا. مدل التدريب في في سن تامن شهور بتكون عدد خلاص يعني. انا بدرب الكلب من شهرين ست شهور كده في الحدود دي. تامن شهور يتدرب اه بس يبقى صعب شوية اللي هو يتدرب يعني. الصعب اللي هو يستعبل منك الكلام هي ينسى بسرعة يبقى عنيد الكلام ده. تمام? موجة النظر التانية خمسة واربعين يوم او شهرين. السن ده اه مميزاته اللي انت لو شاريت كلب عنده خمسة واربعين يوم او شهرين الكلب بيعتبر بيعتبر اللي انت صديقك الوحيد. تمام? يعني انت صديقه الوحيد. اه بيحبك جدا وبيكون طائع ليك في كل حاجة. بيكون سهل تدريبه جدا. العيوب اه بتواجهك مشاكل النمو. اه لو كلب في اي حاجة في اللي هيكل بتاعه. وبتقابلك مشاكل انت لازم تتعمل بالفيتمين زو كال السماية تحت الكلب جدا عشان تبطيه تقدر تطلع كلب اه سحي وهيكل العظمي وسليم. اه تطعيمات تريد تطعم الكلبي من اول تطعيم لها اخي تطعيم. اه في الفترة دي الجرو بيكون ضعيف المناعة جدا. فبتواجه امراض تمام. في امراض سهلة وامراض صعبة. فدي المشاكل بتاعه. انا بفضل عن مثلا بفضل الكلب يكون خمسة واربعين يوم. اه عشان المميزات بتفوق العيوب كتير جدا يعني. يعني كده كده هيخد الكلب وهو طعامه يعني. وكده كده لما باجي اشتري كلب اكيد هشتريه كلب صحي واكيد هيبقى عندي موصفات رايح هشتريها بالزبط في الكلب. فدي انا مجرد ما اشتري الكلب انا كده عديت من المشكلة دي خلاص. فانا كده ما قداميش غير المميزات بس. المميزات بقى لنا الكلب صحبي جدا. الكلب بيطيع ليا جدا. الكلب بقدر ادربه في اي وقت. الكلبي بيحب البيت واقدر اتدربه على حاجات كتير جدا. انا ممكن اجي الكلب ثمان شهور ومش متدرب اللي هو يعمل مسلا يعملو برا البيت بتاعه او يعملو في الشارع او يعملو في الحمام. لا انا لو جبت كلب شهرين او الى خمسة واربعين يوم انا هدربه على كل حاجة انا عايش عليها. تمام? فبفضل انتوا تجيبوا كلب خمسة واربعين يوم. خصوصا لو انت كنت بتربي كلاب قبل كده يعني. اه تالت حاجة وازاي تختار جروه اصلا. اه اول حاجة هتروح للمكان اللي انت هتشتري منه الجرو. وهتتخرج الجروة كلها من عند ضمها. تمام? اه اول جروة هيجي لك. واول جروة هيروح لاي شخص. واول جروة هيدخل عند امه او اي او اول جروة لو جروة ما بتمشيش اول جروة وامه هتاخده الدخله. تمام? دول اللي انت بتدهر عليه. اول جروة هيجي لك اول جروة هيروح لاي شخص اول جروة هيدخل عند امه. اه الجروة اللي بيروح كده في كورنر لوحده كده بيبعد عن كله. تمام? وبيركن كده مع نفسه في جنب. اه ده هذا هو أكثر جروة أصيل فيهم سيطلع مواصفاته شبه أمه وأبوه حتى لو لم يكن في المواصفات البدنية واللون والشكل ولكن أولاده سيأتي شبه أمه وأبوه هذا هو أكثر جروة ودمه أصيل في الجروة الجروة الذي سيأتي لك أو سيتعامل مع أي شخص موجود في المكان هذا الجروة جريء صاحب قوة وقوة شخصية هذا الجروة لو من النوع الشرس فعنده شراسة فطرية كويسة جداً ولو من النوع الشقي فالجروة شقي جداً وبيحب اللعبة جداً جروة نشيط ليس خمول لكن الجروة الذي يذهب في أي ركن بعيد عن نوك وبعيد عن أهله هذا الجروة لا تشتريه هذا الجروة أكيد ستجده ضعيف الشراسة وضعيف الجرأة بعيد الدم عن الأم والأصل عن الأم والأب هذا الجروة لو أنت تختار كلب شرس لا تجيبه خالص أن هذا الجروة ستجده ضعيف الشراسة لو هو أصلاً مفهوش أمراض أو كده ستجده صحيته ضعيفة أيضاً الحاجة الأخيرة اللي هنتكلم فيها إن المواصفات الصحية في الكلب الكلب لازم ملاخيره أنفه تكون راتبة ما تكونش جفة قوي وما تكونش راشحة قوي يعني ما تكونش بتنقط وما تكونش جفة لا راتبة زي ما يكون مرشوش عليها مية كده بس خفيف جداً على أنفه تلاقس بعض مبلول مية تمام؟ لكن مش قوي نظرة الجروة نفسه تبقى نبيها نظرته نشيطة مفتح عينه مش مغمضها كده مش كسول سنان الجروة تكون بيضة واللاثة بتاعته تكون زهرية الهايكل العظمي يكون قوي توقف الجروة في مكان وتمشي إليك على الهايكل العظمي كله لازم ما يكونش فيه انحاناءات قوية او فقرات طلعة او كده تمام؟ هتدوس على كل حتة في جسم الجروة بالراحة كده عشان تشوف الجروة هيتقلم في حتة معينة لا عشان لو تقلم يبقى فيه مشكلة في الحتة دي مثلا واقع عليها فغد مخلوع حاجة كده وتحاول تخلي الجروة يمشي قدامك وطبعا شعر الجروة لازم يكون لامع اي ان كان لون الجروة ايه لازم شعره يكون بيلمع تمام؟ وما بيقع شراء ايه انا طولت عليكو قبلونا في الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي تختار كلبك المرضو قولونا اراءكو في الفيديو ده ايه او ما تنسوش تعملو اشتراك و لايك و كومنت تقولونا فيها طلباتكو شكرا ليكم و السلام عليكم